بالإيمان يقول الكتاب متبررين مجاناً بنعمته بالفداء متبررين إيه؟ مجاناً يعني أنا مفيش ثمن أدفعه يعني مثلاً أنا مش محتاج أصوم وصلي وابكي وروح وأقعد في الجبال أو عشي أقرص الخلاص ليس بالأعمال الخلاص بعمل المسيح الكفاري أما التقديس ده مستوى تاني التقديس ده بيحتاج منك عمال أن أنت عشان تبقى إنسان مقدس محتاج تلتسك بالربو أنك تعيش حياة روحية حياة مقدسة فطاعة كاملة الكلمة طالها ده حاجة تانية أنا بتكلمش عن التقديس أنا بتكلم عن التبرير يعني دي كلها مستويات أنا بتكلم عن التبرير الذي هو بالخلاص بعمل المسيح الكفاري على الصريح كلمة الله بتقول كده متبررين مجاناً بنعمته بالفدى هل قبلت يسوع تقول لي ما أنا مسيحي المسيحية يا حبائي مش في البطاقة يعني الإيمان لا يورس الكتاب ما قالش كل من ولد من أب وأم مسيحين خلص لو كان قالها كنت أصدقها وعيش بيها كنتقول له شكرك رب لأن تولدت مسيحي كنت هعمل كده لكن الكتاب ما قالش كل الذي تولد من أب وأم مسيحين فهو خلص لا كل من قبل المسيح رب وسيد على حياته خلص إذن القبول ده بإقراضتك في مسيحين كثيرين بلا مسيح اسمهم مش مكتوب في سفر الحياة انت لو مدت هتروح فين وده السؤال المفروض تسأله لنفسك أتى يسوع المسيح في إنجيل يحنى الكتاب بيقول كده إنجيل يحنى صح واحد يحنى المعمدان بيقدم لنا يسوع المسيح على أنه جه عشان في مهمتين أول مهمة يحنى بيقدم لنا خدمة يسوع يقول هو إذا حمل الله هو إذا حمل الله الذي يرفع خطيط العالم حمل الله الذي إيه يرفع خطيط العالم بيقدم لنا يسوع لأنه إيه حمل الله الزبيحة الإلهية اللي هتقدم فداء للبشرية وبعد كده يقول كده متى جاء زاكا الروح قال لي متى جاء زاكا سيعمدكم بالروح القدس ونار إذا رب يسوع يعمل حاجة فيه كنائس كتير معلمتش الإنجيل الكامل قالك الرب يسوع هيجي خلصنا من خطيطه بس ده مش الإنجيل الكامل لأن يحن المعمدان بيقدم لنا خدمة الرب يسوع المسيح على أنه يعمل حاجتين هو ده حمل الله الذي يرفع خطيط العالم متى جاء أزاكا سيعمدكم بالروح القدس والنار يبقى الرب يسوع هيرفع خطيط العالم إيه هي خطيط العالم خطيط أدم وحاوة لأن بسببها البشرية محكومة عليها بالهلاك فالرب جاي يرفع الخطيطة دي ياخد هو الحكم وقال متى جاء أزاكا سيعمدكم بايه بالروح القدس والنار يعني رب يسوع يخلصك من خطيطة ويعمدك بالروح القدس والنار فيك ناس كتير فرحة بالخلاص